صباح الخير منصبح على كل مشاهدي شبكة أنتي أن في كل مكان وقناة ناين لايف في كل مكان النهاردة الخميس 22-12-2011 يا رب النهاردة دايما يكون أحلى ويا رب إن شاء الله كل الأزمات اللي مصر بتمر بيها تتحل في أسرع وقت صباح الخير يا فادي صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا راني صباح الخير يا كل مشاهدينا نهاية أسبوع ساخنة جدا وبكرة في مليونية رد الشرف وطبعا ردود الأفعال من الأول حصلت الإخوان المسلمين قراروا أنهم ما ينزلوش عشان تهدئة الأوضاع وقد يؤخذ ذلك عليهم من الشارع لكن خلونا نتكلم عن يومنا نحن النهاردة اليوم التاني من الإعادة في الجولة التانية من الانتخابات يا ريت كل الناس تنزل لأنه غريب جدا الناس تنزل في الانتخابات وتيجي في الإعادة ما تنزلش أو تقل صوت كل واحد مهم أرجوكم ننزلو معنا يوم حافل بس أبلا منولي حاجة صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا فادي أحب أزود بس كمان أنه الإعادة هي تقريبا كل الكراسي الفرق يعني كل الفردي يعني التلت اللي باقي ده هو اللي بتعمل في الإعادة تقريبا فيه إعادة على كل المقاعد هو كرسي واحد هو اللي مجال في المقاعد يعني فيه كرسي بينجح في المرحلة وفي مرحلة الإعادة بقيت الكراسي يعني لما بنضحي بالصوتنا في المرة دي يعني بنضحي بتلت المجلس فأرجوكم صوتنا مهم جدا طبعا إلى جانب أن فيه تلت دواير القوائم متأجلة للمرحلة دي فالتلت دواير دول أكيد مهم أنه هم يشاركوا علشان القوائم لهم التلتين البهيين فعني المرات دي المشاركة بعتقد واجبة على كل الناس أرجوكم فعلا تشاركوا صوتكم أمانة نهاردة عندنا فقرات كلها بتدور في فلك طبعا الوضع السياسي في مصر ما بين أحداث عن مجلس الوزراء وما بين انتخابات مزبوط كلها بتدور في نفس الفلك يعني هيكون فعلا عندنا فقرات النهاردة يمكن تقريبا كلها بتدور في نفس المواضيع هيكون معنا طبعا فقرة الصحافة وهيكون معنا كمان فقرة وهي عن الأحداث الجارية وعن الانتخابات وعن الإعادة وإقبال الناس عليها وده هيكون مع الأستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط هيكون معنا أي تانية فقرة هيكون معنا كمان فقرة مع أستاذ محمد موحي رئيس جماعية التنمية الإنسانية وهي مراقبة من ضمن المراقبين للانتخابات هنتكلم معنا بالتفصيل عن ما حدث حتى الآن والانتهاكات وما إلى ذلك أنا جبني فقرة دي نحن طول وقت من أول يوم من انتخابات أو من قبل الانتخابات ونعمل أقول للناس كلنا مراقبين على الانتخابات يعني كل واحد معاي كاميرا واثنين وتلاتة وعشرة كنا نستطيع نثور أي حاجة نشوفها غريبة فإنه الشعار بتاع الحملة شارك وراقب وتعلم أعتقد أن ده مهم أن احنا نتابع الفقرة دي ويكون كمان عندنا فقرة من أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة علشان نعرف الوضع إيه في مجلس الوزراء ومازال الاعتصام مستمر في حائط بشري موجود بين الأمن وبين المعتصمين عشان يمنع أي مشاكل خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الوضع عامل زي النهاردة لكن خلونا نروح نبتدي الصحافة بعد الفصل مع أستاذ أشرف البربري رئيس قسم الأخبار بجريد الشروق تابعوني